إخبارنا اليوم مختلفة بعض الشيء ماذا كانت شدة جاهزة لها أو لا؟ أنا جاهزة الخبر الأول سيكون حصري الخبر الأول يقول الغيرة لا تقتصر عند البشر حتى عند الحيوانات وثق شاب كويتي مقطع فيديو غيرت فرسته وعبر عنها بحب التملك عند حواء خلين نتابع هذا الفيديو حبيبتي مزيونة حياتي مزيونة خلاص 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 والله أنا آسف والله آسف والله آسف يمّا 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 آسف 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 أنا آسف أنا آسف والله آسف ورب البيت آسف والله آسف خلاص 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 أنا آسف أنا آسف لا تأسف آسف 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 كم آسف قال والله أنا كان رضيت مو الحيوانة اللي كانت رضيت صراحة الفرسة يعني يقول لك لولا الغيرة ما كبرت الصغيرة أنا كنت أرى ما رأيك في الموضوع ما رأيك في الفيديو أنا عن نفسي ما أشعر نفسي مرة غار ولكن طبع حوى دائما غارة الصراحة يعني أنا أقول أن أنا ما غارب وصرا غارة الصراحة كم صراحة قلت الصراحة عالية طيب بس لا هو اللي فعلا غريب أنا شفت الفيديو بصراحة ممكن بصراحة صراحة ثالث مرة أمس أو قبله فأنا عندما شفته استغربت يعني قلت كيف ممكن فعلا تكون الغيرة واصلة للحيوانات بالنسبة لي أول مرة أشوف فيديو فرسم خاصمة أو أنه إيوه وزعل من جهة الحيوانات بسبب غيرة يعني يمكن موضوع غريب لأنه في الفيديو توجه للحصان والفرس اللي في الجهة المقابلة وكان قاعد ألعب معه وقال لها آسف وقال لها هذا رضيت بعدها رضيت؟ خير ننتقل كمان إلى أخبارنا المميزة لليوم كرة القدم تنعي فنانها الأول البرازيلي بيلي يودع الدنيا بعد وجوده 82 عاما بيلي أحد أعظم اللاعبين في التاريخ لعب بيلي 795 مباراة كاملة بقيمة دقائق عبر المبارايات الرسمية في حياته المهنية سجل فيها 1281 هدف في 1363 مباراة وحقق 367 تمريرة حاسمة وفاز بكأس العالم ثلاث مرات وهو رقم قياسي والفيفا تحصل على إذن من عائلته بيلي لوضع أقدامه بالمتحف الرسمي للفيفا طبعا بيلي كان من أحد أمهر اللاعبين في كرة القدم هو ومارادونا كانوا في نفس الزمن فكان لعب جميل وحققوا فيها بطولات جميلة ولعبة كرة نظيفة ثلاثة مرات لكاس العالم ترى أنت عندك هذا العدد كبير يعتبر رقم قياسي لكن فكرة أن الفيفا ستأخذ أقدامه وستدلت من عائلته أن توضع في متحف معين متحمس أن أرى كيف ستطلع لأن الموضوع بعض الشيء يمكن أن يكون غريب دعونا نرى ما عليهم القادمة كده راح يبان أكثر الخبر الثالث مع موسم الأمطار ودخول وقت جنيء البن وجهة المزارع والمرشد السياحي أبو جاسم دعوة للمهتمين في المجال أن يقدموا النصيحة له دعونا نتابع تفصيل أكثر في هذا الفيديو تابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يصبحكم بالخير قبل أن نبدأ في الكلام اذكروا الله وصلوا على خير لنا نام لا إله إلا الله محمد رسول الله الله مصلي السلام على محمد بفضل الله سبحانه وتعالى جانا خير وجانا نعمة جانا مطار البارح ممكن من الساعة اثنين أو قبل هلين الساعة لنصلنا الفجر وخرجنا يمكن لا خمسة ونص ستة إلا وهي تمطر ديما نحمد الله سبحانه وتعالى خير ونعم ونحمد الله سبحانه وتعالى والحمد لله والعين فيه وإن شاء الله يجي الخير اليوم بنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى نجني البن اليوم ستة ستة ألف واربعمائة واربعة واربعين نبدأ نجني البن بعون الله سبحانه وتعالى أي واحد من أهل البن عنده ملاحظة عنده توجيه يقول لنا أنا بالنسبة لي كل يادان صاغية مع العلم أنه ما عندي إلا إذن أكترونية بس ساعد بنشغلها بنشغلها بقدر المستطاع نقبل التوجيه ونقبل النصيحة والله يعطيكم العافية وبسم الله توكلنا عن الله طبعا قرب نسأل الله أن يباركنا أولي المسلمين فيما رزقنا أقول وامين يا الله يا رب يا كريم يا الله يا رب بسم الله يبغى لها بالشويش ويبغى لها دمها ونسأل الله البركة وبعون الله أن نوريكم كل الأمر طبعا نشح فيها عشان كده بشويش 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 ونسأل الله أن يباركنا أوليكم للمسلمين ونحمد الله سبحانه وتعالى إذا غلقنا بعدين بنوريكم الشكل النهائي ها